لما استولى الفاشيون على الحكم في ايطاليا مصوليني وجماعته سنة 1922 اشتدت وطأة الاحتلال في ليبيا مرة اخرى كسروا الهدنة وعادت المذابح البشرية تطل من جديد واستولى المحتلون على الزوايا السنوسية واعلنوا إلغاء جميع الاتفاقات التي عقدتها الحكومة الايطالية السابقة مع السنوسيين كل هدنة كل اتفاق طبعا كان نتيجة ذلك ان اشتعل الجهاد مرة اخرى وكلما عجز المحتلون عن وقف المقاومة امعنوا في اساليب ابادة وافناء وقتل في الناس طبعا بالاضافة لمحاربة اللغة العربية بل محاربة الاسلام نفسه واستمرت حركة الجهاد واستمر السنوسيون يجمعون العقيدة السليمة والصوفية السنية مع الجهاد ضد الطغاة فكانت صوفية جهاد لا صوفية تخدير وهنا خرج جمع كبير من المجاهدين الليبيين الاشداء وبرز من بينهم اسم الشيخ الشهيد عمر المختار اسد الصحراء الذي ولد في عام الف وثمانمية وثمانية وخمسين في البطنان بالجبل الاخضر في برقة عمر المختار اعتمد في جهاده للايطاليين على طريقة الكر والفر ما كان عنده جيش نظامي وكانت حرب عصابات اوجعت العدو اللي كان يتحرك في صفوف كبيرة منظمة لكن طبعا المجاهدين ما يستطيعوا مواجهة جيش ولذلك خاض عمر المختار مائتين وستين معركة كلها بطريقة الكر والفر مائتين وستين معركة في ثمانتعشر شهر فقط انظروا حجم الهجوم السنوسي على الايطاليين واستمر في ذلك في قصته المشهورة الى ان وقع اسيرا وما عرف الا ثابتا صامتا صامدا كان يقسم جنوده الى مجموعات حسب قبائلهم والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة كان يفعل ذلك في فتح مكة كانوا مقسمين حسب قبائلهم فكان يقتدي بالفعل النبوي في الفتوحات وكان يضع يعني اسرى كل قبيلة وراء قبيلتها وبذلك ويجعل اهلهم وراهم حتى تزداد همتهم يجعل همتهم تزداد في الدفاع عن اهلهم والدفاع عن اطفالهم ونسائهم وظل المختار في الجبل الاخضر يقاوم الطليان على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي كانت تحيط به وبرجاله كان من عادته ان ينتقل في كل سنة من مركز اقامته الى مراكز اخرى يقيم فيها اخوانا المجاهدين يتفقد احوالهم ويزورهم في السنة التي اسر فيها خرج كالعادة وطلب ان يقل عدد حراسة بالسفر حتى ما ينتبه الايطاليون ان هذا هو عمر المختار بالقدر هكذا ما كانوا مخططين تفاجأوا وما كان الايطاليون يعرفون ان هو عمر المختار وهكذا كان اعتقال الشيخ ومحاكمته محاكمته بتهمة الدفاع عن وطن ليبيا وتم الحكم عليه بالاعدام شنقا امام الناس طبعا كيف لا يحكموا عليه والحكم والخصم هدوء ايطالي ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر واحضر الناس اجبارا ليشهدوا مصير من يقاوم الطليان حتى يرتدعوا فحضر اكثر من عشرين الف والشيخ يسير بخطى ثابتة نحو المشنقة يردد الشهادتين مودع حياة الجهادية واستشهد في عام الف وتسعمية وواحد ثلاثين جنوب بنغازي الشيخ عمر المختار نشأ في بيت علم بيت كرم كان ايضا صوفيا من اتباع الحركة السنوسية القائمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سائر في درب الجهاد ومقارعة المحتال واستمر هذا الامر لما اشتعلت الحرب العالمية الثانية ناشط ادريس السنوسي مرة اخرى وعقد اجتماع في داره بالاسكندرية حضره اربعين شيخ من المهاجرين الليبيين في مصر وانتهى الحاضرون الى تفويض الامير ان يقوم بمفاوضة الحكومة المصرية والايطالية لتكوين او العفو والبريطانية لتكوين جيش سنوسي يشترك في استرجاع الوطن اول ما تدخل ايطاليا الحرب العالمية سيتحرك هذا الجيش لتحرير ليبيا وهنا ايضا لابد من وقفه اجتمعت الكلمة كلمة رجل واحد لا تبلغ بالقوة اجتمع اربعين شيخ على نصلة الحق كم كان من الضروري ان تتحد الامة ان يقف شيوخها وعلماءها موقف حق لا يخافون في الله لو متلائم على قلب رجل واحد لكن اليوم لما كل واحد صار يبحث عن مصلحته خاصة بعد الثورات مزقوا الثورات وضيعوا ثمراتها بسبب هذا الحرص على المصالح الشخصية بدأ الامير ادريس في اعداد الجيوش المساندة لفتح ليبيا وسانده الحلفاء في الحرب وكان يريد ان يساندهم هو ايضا كان ليش ليش الحلفاء لان الحلفاء كانوا يقاتلون هتلر المانيا وموسيليني ايطاليا كان حليف هتلر فاذا كان لازبت ان يقف مع الانجليز والحلفاء ضدهم لما انتهت الحرب وانتهت بهزيمة المانيا وهزيمة ايطاليا تحت هذه الهزائم خرجت ايطاليا من ليبيا وفورا عاد السنوسي من مصر الى ليبيا في الف وتسعمية واربعة واربعين واستقبله الشعب في برقة استقبالا حافلا وفي الف وتسعمية وستة واربعين اعترفت ايطاليا باستقلال ليبيا وبحكم الامير ادريس السنوسي لها وبات الامير ملكا على ليبيا التي بدأت تستنشق عليل الحرية من جديد رحم الله العالم المجاهد محمد ابن علي السنوسي الذي اسس هذه الحركة ورحم الله اتباع ورحم الله الشيخ عمر المختار اسد ليبيا الذي وسد الصحراء ومن معه ومن سار على درب الحق والعلم والصوفية المجاهدة التي تجمع بين الروحانية الجميلة وبين العقيدة الصافية وبين الجهاد الذي لا يقبل ذل ولا يرضى باحتلال او عدوان صوفية الحقة هي سليمة العقيدة سليمة المنهج لا تعتزل الدنيا لا تتبع الاوهام والشركيات والبدع والقصص الخرافية كما يفعل صوفية اليوم صوفية الحقة تعرف ان الاخرة خير من الدنيا ولا تتردد في الجهاد ضد المحتل ولا تتردد في الوقوف ضد الطغاء ولا تقف معهم كما يفعل صوفية اليوم صوفية الحقة صوفية مقبولة لانها احتوت هذه المعاني وزادتها حسنا وجمالا بالروحانية العالية والاخلاق السليمة وعشق الرسول صلى الله عليه وسلم بلا انحرافات ولا ضلالات كما يفعل صوفية اليوم صوفية الحقة تعبير عن الاسلام الحق اسلام التوحيد اسلام الاتباع اسلام الجهاد اسلام العقل وليس صوفية اليوم قبل ان استودعكم الله انشروا عنا قولة المجاهد الشهيد الصوفي العظيم عمر المختار عندما حدث الطليان المحتلين فقال لان كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي